موضوعين مهمين جدا على ملفات أو في الساحة السياسية في مصر وأعتقد أنه ما فيش أهم منهم وواضح أنه في الفترة اللي فاتت مش مهتمين بيهم كفاية مع أنه عارفين أنه هم مهمين الموضوع الأولين والموضوع عنده على فكرة يا إما نهتم بيهم في مصر ترتفع إلى أعلى ورصها كده من الدول المفروض إن شاء الله تبقى في الصفوة الأولى يا إما لقدر الله هيحصل حاجات كتير ملهاش أي لازمة الموضوع الأولاني على فكرة وهو حسة مصر في نهر النيل اللي هي المية يا إما هنعرف نعيش ونشرب مية ونستخدم المية يا إما مش هنعرف نعيش ولا نستخدم المية يعني معناها كل حاجة وقفت في حياتنا والموضوع الثاني اللي واضح جداً ابتدنا نلاحظه هو الاقتصاد المصري اللي إحنا سايبينه وهملينه من أول صورة 25 نايل لحد دلوقتي ابتدنا نحس إن إحنا راحين لقدر الله برضو مش عايز أقول كلام وحش حاجة من ضمن الحاجات المهمة جداً إنك إنت مش هتعرف تعيش من غير مية ومفيش أي بلد في الدنيا ممكن تعيش من غير مية في مشاكل في موضوع حصة النيل ما زالت موجودة في العلاقات المصرية الأفريقية وعلاقات مصر الخارجية في دول كتيرة جداً بعد صورة 25 يناير عايزة الخير لمصر لكن في برضو دول كتيرة جداً عايزة الشر لمصر معايا ضيفي واللي مشرفني في الستوديو الأستاذ الدكتور محمد نص الدين علام وزير الرأي الأسبق والأستاذ الرأي بهندسة القاهرة صباح خير يا دكتور صباح خير يا فن إزاي حضرتك الحمد لله دكتور بكل صراحة شديدة كده أنا هسيبتي الورقة هو أنا هتكلم بقى مواطن مصري من قبل صورة 25 يناير وإحنا عارفين إن في مشكلة مع أفريقيا دول الجوار وحصة مصر في نهر النيل بكل صراحة شديدة كده كلنا عملين نسمع من زمان إنه إسرائيل بتلتف إسرائيل بتلتف لدول الجوار في حوض النيل وبتشجحها إن هي تقلل بشكل أو بآخر حصة مصر في نهر النيل هل ده صحيح ولا غلط لا وفيه جزء كبير من السحة والحقيقة مش إسرائيل لوحدها وفيه تصارع بين قوة عالمية كتير جدا ومختلفة من الشرق والغرب أوروبا وأمريكا وحتى أمريكا اللاتينية وآسيا ومثالها في الصين والهند وإيران كل هذه الدول بتضرع مصالحها في أفريقيا وبالذات في دول حوض النيل ففيه إسرائيل استراتيجي إسرائيل مصالح طبعا إسرائيل بالنسبة لها أو بالنسبة لنا هي العدو الأول وأعتقد أنها بتنظر لمصر نفس الوضع أنها العدو الأول والأخطر لها في المنطقة فبيحصل فيه صراع استراتيجي في الأماكن الحساسة اللي تهم البلدين بالنسبة للمصر أهم منطقة تهمها استراتيجيا حوض النيل وده المفروض الحقيقة كمان يبقى العلاقات السياسية تتناسب مع هذا الأمر وده نقطة تانية يعني فلأن مصدر الحياة بيجي من خارج حدود مصر ويمر بعشر دول قبل ما يوصل لمصر فأي إعاقة أو أي تصرفات من أي دولة من هذه الدول ممكن تأثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر بسهولة دكتور بعد إذنك فهمني أكتر يعني هي إسرائيل راح تقالتهم إيه أو عملت معهم إيه بتشجعهم منهم يعملوا السد بتشجعهم منهم يعني بيقولهم إيه وطبعا ما فيش أي وصائح ودعمة أن تقول إيه الدول الإسرائيلي بالزبط إنما اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إن فيه هجوم شارس جدا على دول حوض النيل على الاستثمار في أراضيه من مختلف الدول اللي بتكلم عليها ومنها إسرائيل عشرات الملايين من الأفدنة ابتلت إنها تباع من هذه الدول سوق حق انتفاع أو إيجار أو شراء للاستثمار الزراعي اللي بيحصل إن علاقة دول حوض النيل مع بعضها ابتدت الحقيقة بشكل شبه رسمي بنحية الاتفاقيات أثناء الاحتلال الإنجليزي فالاحتلال الإنجليزي عمل كذا اتفاقية تنظم علاقات ما بين دول حوض النيل اتفاقية ما بين أثيوبيا ومصر والسودان اللي هي اتفاقية 1902 واتفاقية دول الهضب الاستوائية مع السودان ومصر اللي هي اتفاقية 1929 الاتفاقيتين دول بينصوا بسهولة خالص وبساطة عدم إقامة أي مشروعات تعوق تضفق مياه النهر النيل إلى دولتين مصب مصر وسودان بدون الرجوع لدولتين المصب الأول وحصول على مفقتهم سواء كان في الهضب الاستوائية أو في الهضب الأثيوبية ولكن بدون قطع كلامك حصل حاجات خرقة هذه الاتفاقية زي انتفاقية عن تيبيو وسد النهضة الأثيوبي بالضبط والحقيقة اللي حصل أن دول الهضب الاستوائية ودول الهضب الأثيوبية بيعتمدوا كان على اعتماد كاملا على الأمطار ومصر والسودان يعتمدوا اعتماد كاملا على تضفق النهر النيل وعين وصلوا سنة 59 الاتفاقية لما الزعيم عبد الناصر قال هنعمل السد العالي واتفق مع السودان لأن السد العالي هتزود إراد النهر بدل ما كانت تفقد إلى البحر هتزود إراد النهر اللي ممكن استفادة به بالمصر والسودان واتفقوا في اتفاقية 59 على بناء السد العالي وتوزيع تضفق النهر الواصل لأسوان ما بين البلدين فجد دولة أثيوبية الكلام ده سنة 59 تقدمت بشكل الأمم المتحدة ده لأ ده أنا عايزة أحسها وجاءت الدول هضب الاستوائية ومثال عنهم من جلطرة في ذاكى الوقت وهي محتلاها قالت لا إحنا عايزين نحص الهضب الاستوائي أنا عايزة أفهم حسس إزاي وهي أساسا الأمطار كلها عندها اللي بيحصل إيه إن في بعض السنوات بيحصل جفاف الجفاف السد العالي بيحمين منه إن في أثناء سنوات الجفاف بناخذ من مخزون السد العالي ونستخدمه للري بالنسبة لهذه الدول لما بيحصل فيه سنوات الجفاف بيحصل مجاعة إن المطر هو اللي بيطلع الزراعة وبييش عليها ده في أثيوبيا ده في أثيوبيا ودور هضب الاستوائي طيب يبقى كده معانهم إن هم عندهم حق برضو إن هم عايزين يعملوا نوع من إذا كان الرأي عايزين يوفروا مية لهم في الأوقات المفروض إنه يبقى فيه مية وفي نفس الوقت عندهم برضو اسميات كتير وبقرة في الصحفة إنه محتاجين طاقة أو قهربة تمام والحقيقة يعني إحنا أثناء المبحاثات تحوض النيل خلال المبادرة تحوض النيل كان دعم مصري كامل لطلبات هذه الدول وحقها في التنمية ولكن فيه فرق ما بين الحق في التنمية بدون إذاء الآخرين أو داء مصر وسودان وبين الحق في التنمية واستخدامها كمصادر لتعظيم الدخل على حساب مصر وسودان فإحنا ما عندناش أي منع بالعكس كنا بنبارك حتى أثيوبي لما أقام السد تكيزي مثلا عن نهر عطبرة والتخزين كان 9 مليار متر مكعب هنناهم وإنه للشعب الأثيوبي إنه هننئكم على هذا السد إنه يطلع طاقة يشغل عمالها هيعمل صناعة استثمارات وفي نفس الوقت هتعملوا بعض الزراعات المروية المحدودة هم قال لي المشكلة بقى المشكلة إنهم أول حاجة قال لك لا إحنا ناخد حصة من النهر ولا نعترف بجميع الاتفاقات السابقة طب الاتفاقات السابقة دي اتفاقات حدودية هي اللي بترسم حدود هذه الدول فقال لك لا ما نعترفش بيها أنها يعمل الاستعمار وعايزين حصص رسمية والحصص رسمية يتم تقسيمها حسب المعايير المدونة في اتفاقية عن تيبي مصر وسودان تم استكب بالحصة بتاعتهم من سببين بسيطين خالص أول سبب إن الحصة بتاعتنا إحنا أصلا مش مكفيانة إحنا عندنا إحنا عندنا حصتنا خمسة ومسين ونص وبنستهلك تات 78 الفرق ده عن طريق عادة استخدام المي الصرف الصحي وإزراعي عشان نقدر نوفي الاحتياجات فازاي هنقدر لنقص حصتنا وإحنا عندنا عجز أكتر من 20 مليار أساسا يعني نفس الوضع بالنسبة لسودان بتستخدم حصتها بالكامل ده يتحاجة في زيادة رهيبة جدا سكانية في مصر وتغيرات مناخية قصية جدا كتقلل من تضفق النهر بحيث أنها هتأثر بالفعل سلبا سواء كنزالة سكانية أو التغيرات المناخية على الوضع المائي في مصر والسودان نعم فقلنا طيب يا جماعة بدلا من نتخانئ على الكمية المحدودة دي التي هي لا تزيد عن 5% من مياه النهر والباقي كله بيضيع في فواقد تعالى نستثمر جهدنا اللي احنا نعمل مشاريع لاستخدام الفواقد ونأخذ المية اللي هتطلع دي موزعهم علينا كلنا ونوفي احتياجاتنا استثمار الفواقد دي معناه ايه؟ استثمار الفواقد دي مثلا زي جنوب السودان جنوب السودان فيها مناطق سوامب إيريا زي ما سموها أو مناطق مستنقعات بمئات الألاف من الكيلومترات كويس فبيفقد فيها كميات بخرة عالية جدا كويس هذه السوامب أو المستنقعات فيه جزء منها بيستغل على شكل مراعي الناس بيستغلها على شكل مراعي وفيه جزء بيرك مضر جدا بالبيئة والصحة العامة يعني بينمو فيها الحشرات والأمراض تمام فقلنا طيب نستقطب جزء من هذه أو نجفف جزء من هذه المستنقعات هتبقى عبارة عن تدفق ونوسع دي عبارة عن ايه؟ المية بتتفرش في مناطق مسطحة وقلنا نحفر فيها ترعة الترعة دي توصل للنهر مباشرة فتزود الإرادة الزيادة في الإرادة نقدر نوزعه حسب احتياجات هذه الدول من ضمن الحاجات برضو اللي احنا المفوض نوفرها الهدر الهدر في مصر كان زمان فيه جزء بيهضر البحر المتوسط دلوقتي يفيش نقطة مية بتروح البحر المتوسط ما بتروح فين؟ مصر بتسخدمها بالكامل يعني احنا مصر ما بتهدرش اي منوع من اي قفرة ماء؟ لا فيه اهدار وفيه سوق استخدام اهدار اللي احنا كنا بنهدر البحر المتوسط لما كان احتياجاتنا اقل من الحصة يعني دلوقتي من اكتر من 12 سنة او 15 سنة ما فيش نقطة مية بتروح البحر المتوسط حتى في وقت الفيضانات العالية انما فيه سوق استخدام ده نتيجة في بعض القطاعات زي قطاع الزراعة في الوادي والدلتا نتيجة استخدام الري السطحي اللي هو الري بالغمر وخلافه ده الحقيقة كفاءة فيه محدودة ففعلا فيه مشروع كبير جدا مصر عاملاه وصرفت عليه مليارات ولكن ومحتاج عشرات مليارات عشان يتم من طريق وزارة الري وزارة الزراع اللي هو تطوير الري السطحي لرفع كفاءة الاستخدامات والمية لو نوفرها هنا هنستخدمها للشرب والصناعة في المستقبل نرجع تاني لفوق او للجنوب اثيوبيا فيه لجنة مصرية مكونة من ثلاث جهات المفروض لجنة ثلاثية من ثلاث دول تمام بتدرس ايه الناتج اللي ممكن او المساوئ اللي ممكن ترجع على مصر من بناء السد الاسيوبي نعم والمفروض ان لجنة دي هتقعد ثلاث تشهر عشان تدرس هذا الموضوع بناء عليه تقدم لمصر تقرير عن ايه المساوئ او ايه الادرار اللي هتدور على مصر نعم تمام اثناء الثلاث تشهر دور واثناء اللحظة اللي حددتك بنتكلم فيها دي هل السد بيتبني؟ اه طبعا ده هو بيتبني قبل لما اللجنة تعمل من واحد اربعة تم وضع حجر الاساس اما اخر ثلاثة او اول اربعة 2011 بعد السورة المصرية في مفاجأة غريبة جدا لمصر ولمعظم دول حد النيل لان السد ده كان اصلا اسمه سد الحدود كان ساعته 14 مليار وما كانتش مصر موفى عليه لانه دي لها تأثير ضرع على مصر وبعتنا كده الاثيوبيا وكان فيه الامور كلها مجمدة حضر ايكا دكتور بتقولي السد هيتكلف كم؟ كان لأ ساعته 14 مليار متر مكعب مية هيتكلف كم؟ ده كان التكلفة بتاعته حوية 3 مليار دولار مين اللي هيتفعه؟ ده هنجيلها دي هقول له حضرتك انما النقطة اللي أنا عايزة وصلها ان السد ده تتحول بقدرة قادر ما عرفش ازاي ومين اللي صممه ما نعرفش الى سد جديد اسمه سد النهضة الاول سد الالفية وبعدين سد النهضة وخلافه وصل لسد النهضة وبساعة 74 مليار من 14 مليار ل74 مليار وميل الزناوي الرئيس الوزراء السابق الاثيوبي هو اللي وضع حاجة الاساس فيه واحد اربعة فيه وسط دهشة شديدة جدا على مستوى دول حض النيل وعلى مستوى مصر لان اللي كانت لا تتوفر اي معلومة عن مثل هذا السد على فكرة وفاجأة شديدة واستغلالا ظروف صورة مصرية حاجة اللي أنا عايز بس اوصلها لحضرتك ولمشاهدين طبق هو ايه السد السد عبارة عن ايه المنشأ المائي هو احنا حصل اختلاف بيننا وبندور حض النيل ان هم عايزين حصة واحنا نقول ما ندرش نديكو لان الماء يضوك مقضيانة فتعالا نعمل مع بعض المشاريع للستقطاب بقالك لا ناخد حصتنا وبقال نعمل مع بعض المشاريع طيب دخلوا بقى في المرحلة التانية اللي هي اجبار مصر على اختفاع الحصة ازاي وانت تاخد حصة ازاي لازم تعمل سد عشان تحجزها فبتلت اثيوبيا للتنفيذ الفعلي لاتفاقية عن تيبي حتى قبل انشاء المفوضية ببناء هذا السد وتلس سدود اخرى كبرى على النيل الازرق بسعة كلية تصل الى مئة و 80 مليار بمعنى اجبار او استغلال ظروف مصر الداخلية في اجبارها على اقتطاع حصة من النيل الازرق بدون موافقة مصر والبدء في بناء السدود بدون اختار مصر وهذا منافي للقانون الدولي وبعد كده وطف الآخر قالك طب تعالى نعمل لجنة ثلاثية انها تقيم السد لو لاه اثار ضرة وطبعا لازم يكون ليه اثار ضرة وبديهيا بالنسبة لنا احنا كاسدزة الرأي والمياه من غير دراسات خلص ليه اثار ضرة فيه دراسات سابقة في مصر بتقول ان له اثار ضرة فيه دراسات امريكية بتقول ان له اثار مدمرة على مصر وبعد كده قالك نعمل لجنة ثلاثية وندرس هذه الاثار ونشوف طب ماشي طب وقف فقى البناء لا البناء مستمر والجميل والغريب والمدهش ان اعضاء اللجنة الثلاثية منهم المصريين كل مرة يروحوا يتفرجوا على السد هو بيتبني يعني انا مش عارف الحقيقة يعني حتى عصابنا ازاي بتحتمل ان انا كل شوية ازور موقع السد وتابع بنائه وتابع نموه الانشائي وفي نفس الوقت مستمر في المفاوضات الجزء الثاني الحقيقة اللي مخيب للامال ان اللجنة الثلاثية كل شوية تمد عملها تلت تشهر بحجة ايه؟ ان اثيوبيا لا تمدها بالبيانات الكافية والبناء مستمر واللجنة تموت الاجتماعات كل شوية البيانات غير كافية بيانات غير كافية البيانات غير كافية والغاية دلوقتي اللجنة مش قادرة توصل لقرار طب لما تبني السد واكتشفت ان السد والعالم كله قال ان ليه اثار ضرة هتعمل فيه ايه؟ وان السد خلاص هيبقى قائم معنى ان حصة مصر تقل من مياه النيل تآخر سؤال عشان خلاص فقرتي خلصت معناها ايه؟ طيب التوقعات كلها والدراسات الامريكية في هذا المجال والدراسات المصرية والدراسات الاثيوبية اللي تعملت على هذا السد انها سوف تقلل حصة مصر بقدار 9 مليار متر مكعف المتواصل السنوية انما نيجي نقول نفترض ان حصتنا نقصت 5 مليار متر مكعف في السنة هيحصل ايه؟ ايوه مليون فدان يتبور مليون فدان زراعي يتبور المليون فدان ده عليهم مش اقل من نصف مليون فدان نصف مليون أسرة في خمس انفار يعني اثنين ونصف مليون فدان ولا ليهم ارض ولا ليهم بيت ولا ليهم داخل بين يوم وليلة تاني حاجة نقص فيه انتاج التهربة في السد العالي وخزان أسوان 20% تالت حاجة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل وفي الترع الرئاسية مما يهدد محطات مياه السربة بالكامل على نهر النيل وعلى الترع الرئاسية يهدد جميع مآخذ المصانع التي تعتمد على مياه النهر مباشرة والترع يأثر تلوث شديد في البحيرات الشمالية هيحصل انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية في الوادي والدلت يعني معنى أصح كوارث معنى أصح كوارث أستاذ الدكتور محمد نص الدين علام وزير الرأي الأسبق والأستاذ الرأي بهندسة القاهرة شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا الحبتين دول تمنى أن تجلنا تاني برضو واتنور لنا اللومد المطفية اللي في دماغنا في مصر شكرا جزيلا لحضرتك نحن عندنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعدنا بالنهضة نهضة مصر وإن شاء الله ربنا يسهل بإذن الله تعالى نحققها لكن في نهضة هناك في أثيوبيا اسمها النهضة الأثيوبية سد النهضة الأثيوبية النهضة دي غالبا ممكن تسيطر على مشروعك يا سيادة الرئيس لازم كل مصر تهتم بحسة مصر أهم من أي حاجة تالي وطبعا بالاقتصاد فاصل وراجعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر